بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروخ هذا كان مقاتلا شجاعا وكان في الحقيقة كان رقيق كان عبديا وعليل لما جاهد جهاد عظيم جدا في سبيل الله فالحقيقة القائد يعني اطلق صراحه واصبح حر حر رجل الله عز وجل وقد غنم سلسون الف دينار فلما ذهب الى المدينة الحقيقة فتزوج بزوجة صالحة فاختخير زوجة صالحة بحقها وده كان العصور الذهبية الاسلام كان يعني الصلاح صلاح ما شاء الله وعطاها سلسون الف دينار وقالها اني اخرج الجهاد في سبيل الله لانني احب الجهاد في سبيل الله ولابد ان تكون حياتي كلها لله ولكن حافظي على هذا المال والحياة بعد ان حملت يعني وتركها وذهب الجهاد وهي حامل وظل سلسون عاما مجاهدا في سبيل الله لا يرجع الى زوجات سبحان الله ثلاثين سنة مجاهد سنوات ورا سنوات ورا سنوات ولا اتصال ما فيش بالة لفول محمول ولا تواصل ابدا لا يعرف شيء وبعد الثلاثين عاما جاء بأربعة الاف دينار اخرى حتى يجمعها لانها اوصى ان زوجته تستدخل الثلاثين الف دينار ومعه اربعة اخرى فطبعا ذهب الى بيته كان الباب مفتوحا فدخل البيت ماذا فعلت الام الام الحقيقة بعد انجبت انجبت طفل اسمه ربيعة وهتمت بي جدا حفظت الكتاب اللي عز وجل وجعلته يدرس حديث النبيه السلم وكان يجلس مع سيدنا انس ابن مالك من صحابة النبيه السلم وانفقت عليه الكثير حتى تعلم العلم واصبح من علماء المسلمين حتى اصبح علمه غزيرا وعظيما واصبح يدره بالعلم والرأي حتى سمي ربيعة الرأي لانه كان رأيه سديدا لان كل علماء كان يأخذون رأيه في القضية لانه ما شاء الله اصبح له علم عظيم دخل فروخ اللي هو ابو ربيعة الى البيت فوجئ ان ربيعة يرى ربنا في البيت فتهجم عليه وقال له كيف تدخل هذا البيت قال هذا بيتي تعال صياح الرجلين فاستيقظت الام وقالت يا ربيعة هذا وابوك المهم يعني اخذوا بعض بالحضن وظل يبكي بعد هذا الفراق الطويل شو بقى الحتة المهمة ازل المؤذن للصلاة سبحان الله ماذا حدث المفروض بعد هذا الفراق الجميع يترك كل شيء ويذهب الى الصلاة ودي كانت سنة الصحابة والتابعين من بعدهم يعني المفروض بعد هذا الفراق الكبير يقول هذا الصلاة الصلاة معناها الله اكبر يعني الله اكبر بكل شيء الجميع ترك كل شيء وذهب إلى المسجد للصلاة لاحظ فروخ جموعا كثيرة تأتي واتكلم عن عالم عظيم هذا العالم هو الذي سيلق الدرس هذا اليوم فسأل من هذا العالم قال هو ربيع ربيع ابن فروخ ولكنه يسمى ربيع الرأي طبعا الأب عمال يسمع وهو متحجب أم أقول أن ابني هذه الجموع الكثيرة تأتي لسماعه فسمع أثنين يتكلم قال إن أبوه تركه وذهب الجهاد ثلاثين عاما وهذا كسر علمه وأصبح علمه يتغنى به في البلدان وأصبح عظيم الرأي حتى سمي ربيع الرأي فبكى فروخ بكاء شديدا وعندما رجع إلى زوجته فقالت له إني أنفقت هذا المال في الإنفاق عليه فقال لها نعم الرأي ونعم التصرف العظيم الذي فعلته بالإنفاق وتعليم ابننا نتعلم الحقيقة من هذه القصة العظيمة إن الأبناء الحقيقة ينبغي أن نحفزهم القرآن الكريم حقيقة حاجة عظيمة جدا يعني الرأي الصائب إن الإنسان يكون حريص إن أبناء يحفظوا القرآن الكريم لأن حفظ القرآن الكريم معناه بقى إيه؟ معناه يعني الإيمان والصلاح والوراع معناه إن القرآن العظيم لما يدخل في الجيل العقل والأحسيس والمشاعر والوجدان تتفاعل مع ذكا من الله عز وجل بتصبح التربية تربية قويمة والإنسان لا يبخل أبدا في الإنفاق على أبناء التعليم والإسلام أو الطريقة الأخرى ودي بيعرف كثير من الناس يجلس مع أبنائه حتى ولو مرة في الأسبوع يفتح كتاب رياض الصالحين ويقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا شيء عظيم جدا يعني مجلس علم الخير عبادة ستين سنة فتعليم الأبناء ورعايتهم في الصغر والإنفاق عليهم ده من أعظم الأشياء لأن هذا زاد وهذا هو الذي سينفعهم في الدنيا وينفعك بهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالعمل الصالح يوم القيامة أنا الرجل فيقول يا رب ما فعلت ذلك فيقال له هذا من استغفار ولدك لك لكن لما تنشئ أبناء الصالحين دعوتهم لك تكون مستجابة إن شاء الله وهو كونه صالح فهو في ميزان حسناتك يوم القيامة الأمر الآخر وهو أن النداء للصلاة المؤزن يقول الله أكبر ينبغي أن نذهب إلى المسجد للصلاة يعني شوف فروخ وابنه تركوا هذا اللقاء الجميل والعظيم بعد هذا الفراق تركوا هذا اللقاء وذهبوا لقاء الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيوت الله في الأرض المساجد وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك لو جعلت للقرآن النصيب فكان لا يهتم الحق بكلامها وبعد ذلك ماتت حقيقة زوجته وكان عنده بنتين وولد الحقيقة هو كان يهتم إنه يحفظ بناته الشعر وكانت نصيحة مراته تقول إنه القرآن أولى ولكنه لم يسمع بهذه النصيحة حتى الحقيقة كانت البنتين يعني جعلهم يعشقون الشعر مثلما هو يعشق الشعر والكلام الجميل والأشعار الحلوة يعني الحقيقة كانوا إيه استطاع فعلا أن يجعل الشعر يزوب في إيه في دمهم وعظمهم ولحمهم كما يأكلون وبعد فترة من الزمان الحقيقة تزوج البنتين وتزوج الإبن وكانت بقى المفاجأة غريبة جدا يعني كان هو صلةه بالله ضعيفة جدا الحقيقة وكان يقضي معظم وقته يعني إيه في الصهرات وتعلم الشعر والأغاني ومثل ذلك كانت الأغاني والشعر والقصائد دي كانت إيه كان مدمن في هذا الأمر كان الحقيقة عنده مبلغ من المال وحب إنه يعطي هذا المال لواحدة من بناته فقال شوف ربن عز وجل بيقدر الأخضار إزاي فقال سوف أعطي هذا المال البنت التي سوف تكرمي وأنا اليوم لن أفطر أم الصبح لم يأخذ طعام الفطار وذهب للبنت الأولى فأحدث تكلمه كلاما جميلا وتقول له أشعار جميلة جدا ولم تقدم له شيء كباية الشاي فقط وهو يتحدث عن الإفطار ولكنه لم تقدم له فحزن حزنا شديدا ثم ذهب بعد ذلك للبنت الكبرى نفس الشاي كلام جميل وأشعار حلوة وقالت له إن إحنا عايزين أكلك ونقدم لك أكل جميل ونبسطك طبعا هعمل لك أكل حلو جميل جدا وبعدين لما ذهبت فلم يجد أي طعام جهز كلام حلوس لم يجد طعام ولا إكرام حتى الأب لم يكرم في طعام الإفطار ثم وجدها بعد ذلك تتحدث تركته وتتحدث مع زوجها بالتليفون وقالت له لقد كلمت أبي كلاما جميلا وقلت له سأقدم لك طعاما ولن أقدم له شيء حقيقة كانت صدمة كبيرة جدا وعندما رجع اللي مين بقى زوجة ابنه كانت المفاجأة لأنها كانت متدينة وكانت تحفظ القرآن وكانت تحب القرآن حبا شديدا وتقضي معظم وقتها في القرآن أطعمته وأكرمته وأحسنت إليه مش كلام بقى في الشعر وكلام ليس لوحك لا كان إكرام حقيقي فالحقى بكى بكاء شديدا وعلم بنصيحة زوجته التي ماتت أن تعلم القرآن وفهمه هو الأولى وهو الأعظم عند الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى المسجد وتابع الله صلى الله عليه وسلم وتعلق قلبه بالقرآن وانقلبت عواطفه ومشاعره وحبه للقرآن فقط وترك هذا الهراء الذي أضاع حياته فيها الحقيقة لنا وقفة عظيمة جدا إن من أعظم نعم ربنا عز وجل على أمتنا أمة الإسلام هو القرآن العظيم وربنا عز وجل يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجة قيما لينذر بأسا شريدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا القرآن العظيم ده كلام الله هو حديثه وكلامه وقطابه ربنا عز وجل لم يوكل ملكة من ملائكة أن يكتب هذا القرآن أبدا هو كلام الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام حمل القرآن من عند الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كان بس يحمل رسالة ولكنها كلام الله سبحانه وتعالى من لدن حكيم خبير وربنا عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ينبغي أن يكون القرآن الكريم بساحة كبيرة في حياتنا ينبغي أن يكون كل إنسان ورد من القرآن الكريم يقرأ كل يوم صفحة سيحصل ألاف الحسنات والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفة من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف ولوم الحرف يعني لما تقول ألف لام ميم ثلاث حروف فس تأخذ ثلاثين حسنا ليس هذا فقط قراءة القرآن الكريم شفاء للصدور قراءة القرآن الكريم تحقق محبة الله في القلب قراءة القرآن الكريم بركة في البيت وبركة في القلب وبركة في النفس إنها خير زاد وكما قال ربنا عز وجل وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذ قال نقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب كان عنده أبوه ومرض مرض شديد ولكنه أتعب ابنه كثيرا هذا المريض الحقيقة لكان يعني لا يستطيع أن يقوم على رعياته وكان يعني يتبول على نفسه وتبرز أتعبه وتعب شير جدا وهو لا يستطيع أن يعالجه فلما ضاقت به الدنيا قرر أن يقتله فأخذه إلى مكان بعيد في الصحراء وعندما وجد الأب هذا المكان فقال لابنه إنك تريد يا بني أن تقتلني في هذا المكان فتحجب الابن لأنه لم يصرح يا أبوه ذلك فقال له وما أدرك بذلك قال لأنني قتلت أبي في هذا المكان لأنني قتلت أبي في هذا المكان سبحان الله حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إضرارا ومفسادا فسوف يفسدوك والحقيقة ربنا عز وجل عدل إن هناك عقوبات نسأل الله الحافية يرى الإنسان في الدنيا قبل لقاء الله عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد في الدنيا بقى في بعض المعاصي يأخذ زي أكل حقوق الناس كثيرا الإزاء الناس والإنسان لما يصر مسلم يصر الله عز وجل والإنسان لما يؤذي مسلم يقع عليه أزى الله عز وجل يلحق به الضرر مثلما ضر الناس فالإنسان لابد أن يكون حريصا على إكرام أمه وأبيه حتى يكرمه أبناؤه هذا في الدنيا وفي الآخرة يكون له السواب العظيم إن شاء الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي الوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأب الحقيقة كان سري كان عنده أموال كثيرة جدا ولم يكن عنده إلا ابن وحيد ولكن هذا الابن كان قاسي كان يجا فيه وكان لا يزره إلا قليلا فتقدم هذا الأب بشكوى إلى القاضي وقال إنني أريد من ابني هذا أن يعطيني مصروفا شهريا عشرة جنيهات فقط طبعا ده مبلغ زهيد وعندما قرأ القاضي الدعوة قال الابن لماذا لا تنفق على أبيك هو يريد مبلغ زهيد فقال الابن للقاضي أيها القاضي هذا رجل سري وعنده أموال كثيرة جدا ده أغنى مني بكثير جدا وإن هذا المبلغ أنا متأكد ولو رأاه في الشارع يعني لن يمد يده ليأخوذه هذا مبلغ زهيد وعندما سأل القاضي الأب لماذا طلبت ذلك فبكى الأب وقال القاضي ابني هذا الوحيد أحبه حبا شديدا وهو لا يزرني أبدا ومقاطعني ومرات كثيرة جدا أطلبون أن يزرني فلا أراه فأنا أريده أن يأتي كل شهر ويعطيني حتى أراه فهنا يعني انزعج القاضي وقال أنت لو قلت لي ذلك من قبل لحبسته ثم قال الابن ألا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رضى الوالدين من رضى الله عز وجل وغضب الوالدين من غضب الله سبحانه وتعالى فكيف تغضب الله سبحانه وتعالى وكيف تغافي أبيك بذلك وربنا عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني بعد العبودية الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني إيه الإحسان للوالدين فطبعا الابن بكى بكاء شديدا وحصدنا أباه وقال له إن شاء الله يا أبي لن أقصر في حقك أبدا وأخذ زوجته وعاشوا قريبا جدا منه وكان دائما الزيارة له نستفيد من القصة ديا إن الإنسان يعلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر إيه بقى الشرك بالله يليها عقوق الوالدين حتى ربنا عز وجل الولاء تقول لهما أف الولاء تنهرهما يا ربنا نهانا إن أنت تقول لأمك وأبوك أف يعني دي كلمة قليلة جدا وحق المفسرين قالوا لو هناك كلمة أقل من أف لا ذكرها الله في القرآن الكريم فالإنسان يكون حريص وليعلم تمام العلم أن ما تفعله في أمك وأبوك سيفعل أبناؤك فيك لأن العقوق داين سيرد إليك والإحسان برض داين الذين يحسنون إلى أبعيهم وأماتهم سوف يجعل أبناؤهم يحسنون إليهم إن شاء الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الصالح كان له ابن وحيد وكان يحب حبا شديدا ولما زوجه وجاء لزيارته ماذا فعل قال لابنه يا بني يأتيني بدفتر وقلم وطلب منه أن يكتب عبارات ثم طلب منه أن يمحوها ثم قرر عليه الأمر مرة أخرى اكتب كذا وكذا ثم محوها فتعجب ثلاثة أربع مرات خمس مرات فقال له يا أبي لماذا تطلب مني ذلك قال له يا بني أريد أن أعطيك نصيحة حتى تسعد في زواجك لأنني أحبك وأنت الوحيد الأخطاء التي بينك وبين زوجاتك محوها أول بأول لأنك لو نظرت إلى زوجاتك أولا نحن لسنا معصومين وكل إنسان له عيوب موائزات لو علقت أخطاء زوجاتك في قلبك وفي نفسك فأناك ستكرهها مع الوقت ولكن أرجو منك أن تمحوا جميع الأخطاء حتى تكون سعيدا في حياتك الزوجية لأن لا يوجد إنسان كامل والحقيقة طبعا عناقه وشكره على ذلك طبعا في حديث في هذا المعنى الحقيقة وهو كقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمنا مؤمنة إذا كره منها خلقا رضيا منها آخر يعني إيه معنى الحديث ده يعني الإنسان يعفو في الحياة الزوجية لما تسعد إمتى لما الزوج الزوجة كلهم يعفو عن الآخر إنما لو هننظر إلى العيوب فقط ستهدم الحياة الزوجية وسيدخل الشيطان بيننا والشيطان حديث كل الحرص على أن يفرق بين الزوجة على المرء وأهله كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم يضع رشاه على الماء ويرسل بسراياه بين الناس فيأتيه شيطان فيقول ما تركت فلانا حتى جعلته يزني فيقول ما فعلت شيء ويأتي شيطان آخر اللي هم المساعدين بتوع الشيطان الكبير فيقول ما تركت فلانا حتى جعلته يشرب خمر فيقول له ما فعلت شيء فيأتيه شيطان فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين أهله فيقربه منه ويدنيه يعني يقول له أنت حبيب أقرب مني وربنا عزيزي يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فأهم عمل الشيطان أن يفرق بين الأخ وأخي وبين الزوج وزوجته والخلاصة لحياة زوجية سعيدة هو أن يعفو كله عن الآخر زوج إنسانة مثلا يعني ممكن تكون يعني إيه كلمتها جريحة شوية ولكنها شريفة تحافظ على شرفها وحريصة على مالك وحريصة على أبنائك وتحسن تربيات أبنائك لأن الإنسان يعني كما ورد في المسأل المعروف لو أنك تريد صاحبا بلا عيوب فلن يكون لك صاحبا أبدا وهذا لإتمام الحياة الزوجية السعيدة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هذا الرجل الصالح الطيب الحقيقة توفت زوجته وكبر ابنه وتزوج وكان يعني كان يرى ابنه خير رعاية وعلمه خير تعليم وكان يكسل طوالة القرآن الكريم والصلاة الجماعة ولما استشعر أنه سقيلا وجد بعد التملل من زوجة ابنه قال لابنه يا ابني إنني لا أريد أن أسخل عليكم وأريد أن أذهب إلى دار رعاية المسنين حتى تقوموا على رعاية ويكفيكم ذلك الحقيقة الابن للأسف لم يعترض وافقوا على ذلك وأخذوا إلى دار المسنين وفي عودة قريص مفادي وفي عودة فادي ظل يفكر كثيرا ما الذي فعلته أبي الذي فعل معي كذا وكذا وكذا وكان فقيرا وأتعب نفسه وأجهد نفسه في تربية فظل يبكي وأخذ قرارا أنه ويرجع تاني عشان يأخذ ابنه فوجد أبو عمال يبكي بكاء شديدا حيا فقال له ما يكريك يا أبي قال له إنني سمعت أن الأوتوبيس الذي ركبته عمل حديثا وإنني تصورت أنك قد فقدت في هذا الحادث ولذلك فإني أبكي فطبعا بكى بكاء شديدا واحتضنه وقال له يا أبي إنني أعتذر عما فعلته وأنا سأكون في خدمتك أنا وزوجتي والحياة أحسن إليه وقام بخدمته وزوجته وخير خدمة وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل الصالح أن هذا له ابنه الحاجة نتعلم درسهم جدا وهو إن بر الولدين يعني من الأشياء العظيمة إن ربنا عز وجل بيجعل سوابه في الدنيا قبل الأخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبروكوا أبناءكم كثير جدا من الآباء اللي هم تعبوا جدا جدا من أبنائهم كان السبب إيه؟ أنه لم يحسن لأبيه فالعاقبة كانت في الدنيا فإبنه يسيق له إساءة كبيرة جدا لأنه لو كان أحسن لأبيه لأحسن إليه ابنه والحقيقة إحنا أمام نموذج عظيم جدا من الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يعني أبرو الناس بأمه حارسة ابن نعمان حارسة ابن نعمان كان بررا بأمه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا جميلا في الجنة فقال من هذا؟ قالوا هذا حارسة ابن نعمان نعم البر نعم البر كان بررا جدا بأمه وكانت لا تأكل أي لخمة إلا بيده أبدا ولم يكن يكتفي أن يلبي كل طلباتها بل إنه كان يتحسس ويتجسس عليها في أي مجلس جلست ماذا قالت أمي لربما كانت تحب شيئا وتتكتم عليه ولا تخبر بها أحد لأنه كان حريصا على أن يعلم ماذا تقول في غيباته لربما كانت تحب شيء وتتخرج أن تطلب منه فكان حريصة على البر بها لذلك كانت له المنسلة العظيمة والحقيقة ربنا عز وجل حريصة ابن نعمان هذا وفقوا التعاطي العظيمة جدا لما تزوج الإمام علي بن أبي طالب السيدة فاطمة وكان بيته قريب من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أهدى هذا البيت لسيدنا علي بن أبي طالب شوف ربنا يوفق الزل التعاطي العظيمة صفحان الله هذا من كسرة ورعه ببره بأمه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِلْوَانِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْوَابِينَ غَفُورًا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم هذا نموذج عظيم لمرأة عظيمة اسمها ممروكة خفاجة كان بتعيش في قرية من قرى مصر في محافظة كفر الشيخ وتزوجت وهي حامل طلقها زوجها لضيق العيش يعني كانوا يعيش بفقر شيء جدا فهو يعني حساباته كانت جيدا دقيقة فطلقها لأنه لا يستطيع الإنفاق عليه ماذا فعلت هذه المرأة العظيمة الحية عندما أنجبت مولودها وسمته علي علي إبراهيم صممت أن يكون علي إبراهيم هذا أفضل إنسان في العالم وسبحان الله حست معجزات عجيبة جدا يعني طبعا هي ذهبت الإسكندرية وظلت طبيع خضروات في الشوارع الكلام ده كان في أوائل القرن الماضي يعني في أوائل 1900 وقليل كده وكانت طبيع خضروات في الشوارع حتى إن هي قدرت إن هي تنفق على ابنها وأصبح متعلم وحصل على الشيارة الابتدائية وعندما علم أبوه أنه حصل على الشيارة الابتدائية أبوه الحقيقة كان سيء جدا يعني جاء عشان يأخذ بالقوة كده يخطفه عشان يوظفه ويعلمه ويبتزه وذي طبعا لما علمت ذلك ماذا فعلت هربت من خلف السطوح وهربت بابنها إلى القاهرة وطبعا لأنها تعلم أن القاهرة لن يستقى أحد الابتساعيها أن يصل إليها وظلت تعمل شغالة في البيوت الحقيقة ولكن هي كانت امرأة زكية وقوية ومنظمة ونظيفة فكانت يعني بتشغالها في بعض أسر الأسرياء لغاية ما هذا الولد أنفقت عليه تخرج من السنوية وكان من المتفوقين كان بيطلع الأول ودخل كل الطب وطلع الأول على كل الطب وظل سبحان الله يحقق نجاحات عظيمة جدا شبقه يعني المثل الذي يقول وراء كل عظيم وراءة دي حقيقة ظل من أمهر وأعلى الجراحين في مصر في هذا التوقيت لدرجة أن الأسرة المالكة كان عندهم بعض الناس اللي عندهم أمراض ومحتاجة عملية فطبعا يعني الناس اللي عندهم خبرة قالوا هذا الطبيب هو أنجح في ذلك فعمل حقيقة عملية لبعض أفراد الأسرة المالكة فحصل على درجة البكوية ودي كانت درجة عالية جدا طبعا في مصر يعني يبقى بيه بيه هي يبقى اسمه علي بيه فاسمها البكوية عام 1922 حصل على درجة البكوية من الأسرة الحاكمة وبعدين لما ظل بقى طبيب خاص للأسرة الحاكمة اللي هي كان المالك فؤاد في وقتها فأعطاه المالك فؤاد درجة البكوية عام 1940 فأصبح علي إبراهيم باشا وسبحان الله بعد ذلك أصبح عميدا لكلية الطب المصرية كانت كلية في إتنازة التوقيت كانت كلية طب واحدة بس في مصر ثم بعد ذلك أصبح حزير للصحة بحق اللاجحات جبارة جدا ثم بعد ذلك علي إبراهيم هذا أسس نقابة المصرية وكان أول نقيب لها وطبعا ده حاجة طبعا تعتبر إنجاز عظيم جدا نحن قلنا وقفة أن المثل الذي يقول أن وراء كل عظيم وراء ده مسل حقيقي فعلا وأن هناك يعني ما شاء الله لما نتأمل في صيرة الإمام الشافعي نجد أن الإمام الشافعي سبحان الله ولد فقيرا فقري شديد جدا وستطعت أمه أن تربيه خير تربية حتى أصبح علم الإمام الشافعي للآن لأنه هو الذي أسس علم أسول الفقه وهو الذي أسس علم مصطر الحديث يعني ما شاء في الحقيقة له طريق عظيم جدا جدا وهذا يدل على أن المرأة فعلا إذا أحسنت تربية أبنائها فإنها تغير كثير جدا في هذا الزمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهيم